ان شاء الله. كابتن والي طبعا احنا عارفين انت جاي دلوقتي يعني البطولة خلصت. مفيش نوم. والنهار ده كان عندك مع مع الجزيرة ودي مع نادي الزمالك. فطبعا احنا جايبينك وانت تعبان. ولكن لازم نحتافل بيك. تحت امرك. بجد. تحت امر. بجد والله المستوى اللي ظهر به منتخب مصر. فنيا انا شايفك واحد من الجمهور. انا كامش كمتخصص او انا كان من الجمهور. لا المستوى الفني مختلف حتى عن مكان موجود رويرانا. بس هو الراجل حتى ممكن بعد الاسس. ثقة الاتحاد. اتحاد كورت السلة. في كابتن واقل بدر. في المرحلة الصعبة دي. وبطولة عربية على الاردنة. جات ازاي? طيب هناخد الجزء التاني من الكلام. اللي هو الثقة اللي اه اللي حطها اتحاد البسكت اه في واقل بدر. اه طبعا اه ثقة كبيرة او ثقة غالية من اتحاد المصري برئاسة الدكتور مجدى بوفريخة. اه وكابتن عمرو بصلحة لستجد المنتخبات. اه بشكرهم طبعا على الصيقة دي ان هم شافوا ان نقدر ان احنا اه نقود المنتخب اه في البطولة العربية. اه احنا كلفنا من الاتحاد المصري يكلمونا انا وكوتش محمد سليم ان احنا اه هنتولي المسئولية في البطولة العربية. اه وقالوا لنا عندنا صيقة فيكو. ان انتو تقدروا تكملوا المسيرة اللي بدأت اه من سنة ونص. اه واستلمنا المهمة اه واشتغن. اه. ده. 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 ده معاكو رامج نيدي. اه طبعا طبعا. رامج نيدي نضم معانا اه في الجهاز التدريبي اه اضافة قوية رامج نيدي نجم كبير اه لاعب كابتن منتخب مصر سانه على عام منتخب مصر اه مدير فني كف في نادي هيليوبلس وعمل نتائج اه ممتازة. اه هاخد الجزء التاني من كلامة كابتن ابراهيم الاداء الفني اللي هو اه بالنسبة لنا هو ده الحاجة اللي بستاني والحاجة اللي انا اه فرحان بيه. تمام. اني اه اه بطولة عربية الناس شايفة ان هي اه بطولة ضعيفة لبنان مش موجودة الاردن مش موجودة. اه تمام. اه بقالنا كتير ما كسبناش البطولة العربية. فا اه كنا ان احنا نزهر بالاداء ده. اه دي الحاجة اللي انفرحاني. ان احنا بنلعب باسكتبول الحمد لله الناس كلها مستمتعة بيه. بنلعب باسكتبول اه حديث. بنلعب باسكتبول اه مدرسة دفاعية. تمام. يعني ايه مدرسة دفاعية اه ان احنا بقالنا سنة ونص اه كوتش روي حط اه سيستمو حط سياسة اه ان الفرقة لازم تدافع. اه. ان الدفاع هو اللي بيكسبنا. اه ان الناس بقى لازم قاعدة على رجليها طول الوقت واني اه الباسكت بيخش اه فينا عشان بس نبسط الامور للجمهور اللي بيشوفنا. ان الباسكتب بيخش فينا بتضلين. اه بالعافية. اه بالعافية. فالحمد لله المدرسة دي كملناها في البطولة وكنا اه مصرين ان احنا نكمل الاداء الدفاعي اه اللي احنا بدقينه اه من سنة ونص. اه الاداء الهجومي الحمد لله الولاد يشتغلوا كويس جدا. اه بتاعنا في الملعب كان كويس. البول مش عايز استخدمها قوي. انما الشكل كان اه الحمد لله شكل اه محترم. اه بس فده بسطني اه اكتر من المكسب بالبطولة. فهو الحمد لله مكسب البطولة. وباداء فني اه انا راضي عنه بشكل كبير.